السلام عليكم ومرحبا بكم ان شاء الله تكونوا كامل بخير وصفة اليوم هي تحلية بزاف بنينة سهلة التحضير مقاديرها بسيطة ومتشتش كامل يدي يعني الليه الليه راح تكملوها وتستمتعو بالبنة تاع الصح نروح نشوفو مقادير هاد الوصفة وطريقة تحضيرها بالنسبة الوصفة تاع اليوم نحتاجو بيسكوي هنستعملو اي بيسكوي ولا اي قاطو يكون عندكم ماشي شرط تديرو هاد النوعية لاني نديرها انا وهنا البيسكويت تاكم مترحوش قصروه هكا ديروه شوية خشين بش هيجيكم بنين خرمن كي ترحوه انا هنجبت هاد الى فيغين جايين شوية كبار في كل كاس من هاد الكووسات تحلية ديرت زوج حبات وتحلية اليوم يعني المقادير اللي حنمدلكم في هاد تحلية يخرجو لكم ستة من هاد الى فيغين الكبار مي لو كان ديروه صغار حيخرجو لكم حتى العاشرة ولا اكتر انا بعد ما كسرت هادك البيسكوي كامل رحنشربو بوحد المغرفة تاع الحليب والناس اللي حبو تقرميشة يقدرو ما يشربوهش انا حطيت هكا غير مغرفة تحليب يكون ماشي سخون يعني عادي نحطهم بجيهة ونروح نحضر الكريمة لهاد الكريمة نحتاجو 3 مغارف و نص تاع سكر ثلاثة مغارف و نص المغرفة تكون كبيرة وزيد زوج مغارف كبار تعفارينة وزوج مغارف كبار تعنشا اللي هو الميزينة نخلط هاد المقادير الناشفة كامل كيف كيف و نبدأ نزيد في الحليب الكميات تاع الحليب اللي نحتاجوها في هاد الوصفة هي 4 كيسان والحجم تاع الكاس هو 220 ميلي لتر و الحليب هنا يكون عادي ليس سخون نحرك المليح و نضع الكاسرونة فوق النار و نحرك حتى طيب لي الكريمة غير تبدأ تدير في هادوك النبولة نعرفوها بلي طابت و نطفو عليها النار اعلى الكريمة بعد ما طابت شوفوا القاوة متاحة تبين شوية رهي تقيلة لكا باش نخففها نزيد لها هاد الباطاة عياوغت هنا استعملوا اي ذوق تحبوه تحبو تديرو فاني تحبو تديرو سيترون يعني الذوق اللي تحبو انتو ما ديروه انا ادرت ذوق فاني و زيت شوية على فاني و عندي هنا خمسين قرام شوكولة بيضة نحرك هاد المقادر مليح هاد المقادر مليح هنا سيوك فاش تكون يدكم خفيفة باش هاد الكريمة متجمج انا بقي تغني نحرك حتى حسيت باللي هاد شوكولة البيضة دابت كامل نحن نحسها دابت نبدأ نفرخ في الكريمة في هاد الفيرين شوفوا القاوم الكريمة كي ديرناها بهذاك الميلانش الفارينة والميزينة تجي شدة روحها وشنو ماشي كيم البلاستيك كي ندروها غرب الميزينة و تكون تقيلة كي تبرد انا متعجبنيش وشنو هكا فارينة ما ميزينة جلقة و امتحها هايل يعني كي بردت مام بقات الغدوة من ذاك بقات هي شدة روحها وشنو كي تاكلوها طريا هننسيك فاش نحط كمية مليحة من هاد الكريمة بس كاعلها بعدها نزيدوه طباقة تكون غير رقيقة انتها طبقة لي لازم تكون مليحة بهاد الكريمة البيضة انا هنه كي فرقتها عمرت لي هاد الكووس كامل يعني فيه سطة وشنو كي مقوت لكم الحجم تاحهم كبير انا بعد ما عمرتهم كامل راح نخليهم يبردو شويان بعد ندخلهم لثلاجة خليهم يبردو مليح مليح باش نروح ندير اخر طباقة اهنا بعد ما بردت لي هاد الكريمة راح نحضر طبقة الاخيرة اللي فيها مغرفة ونصتع سكر ومغرفة تاكاو بني مر مع مغرفة تاعنشا اهنا اللي احبيت هاد الكريمة تقيلة ديروا مغرفة تكون مليح ومغرفة تاكاو مغرفة تاكاو معمرة مليح وزيت رشة تاكاو باش مجينيش سامطة وعندي هناك كاز تحليب ونحرك مليح هاد المقادير بعد كيف كيف نحط هاد الكاسورونا على نار اللي تكون متوسطة ونبقى غير نحرك حتى اطيب لي هاد الكريمة ونحن اضعها احنا بعد ما طابت شوفوا لو كنتدقوها هناك ونحن تلقوها سامطة بسكاليش الكاكاو وعطاها هديك المرورية حنا باش جينة حلوة رح نزيدوا لها 50 قرام بتاع شوكولة هنا تحبوا تديروا شوكولة بالحليب كيما انا تحبوا تديروا شوكولة نواغ يعني الضوقة ومن يتحكموا فيه هاد الكريمة تكون بالمرورية ديروا شوكولة نواغ وليحبوها يعني حلوة عادي ماشي حلوة تقهم يديروا كيما انا ندرت اوبتيلا شوكولة بالحليب وزيت باطاتا كخيم ديسار شوكولة وبعد نخلط ملاح تدوب لي هاد الكشوكولة هاد الطباقة اللي خدمتها معاكم ذوكا متجيش شدة روحة تجيكم تبقى حكا اكتر يعني تكونوا تاكلوا فيها مام تبقى الغدوة من ذاك مراهيش حتشدة روحة وهدي هي البنة تعصح ننسيك فاش نحطها هنا واحد زوج مغارف كبار احتزوج مغارف ونص وراحة تانيك تكفيكم راحة تعمر لكم هاد الفيغين كامل يعني المقادير اللي عطيتلكم مبقى لي منها وعلو ومخصني وعلو يعني جو كليش سوي سوي ونسيه هناك فاش نمشي هاد الكريمة بعد نحركها هكا بيدتي وراحة نكمل نعمرهم كامل بنفس طريقة ونبعد نخلي هاد تحليه تبرد مليح مليح باش نديل لها التزين احنا التزين يبقى اختياري يعني تزينوها بوش يكون عندكم تحبو تزيدو لها مكسارات تحبو تسكرفجو عليها شوكولة يعني وش يكون عندكم ديرو لها انا كانت عندي هاد شوكولة نوريها لكم شوكولة نواغ يعني خليتهم بردو بعد زينتهم بيها تحليه تحليه بعد ما زينتها كما راكم تشوفو هذا هو شكلها النهائي اه جيت بزاف شابة يعني حاجة بخيزان طابل ومنفل بناتها جيت هيلة جيت خفيفة خفيفة وممكي باتت لي الغضوة وبقت هيلة شوفو هنا القوامتها كيفاشي جي جي من تحت هذيك طبقه على البيسكوين مشربة وبعد طبقه هذيك البيضة اللي جيت كي تاكلوها كما قلت لكم متجيش تقيلة جيت خفيفة وطبقه الفقانية يعني كهيلة ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة اليوم وصفة سهلة وبسيطة ما من المقادر تحاق ما فيها وعلو واذا عجبتكم متنسوش تديرو اللي جام وتبرتاجيوها مع الاصدقاء دوكما بقالير نقولكم تهلاو في روحكم مع السلامة اشتركوا في القناة